تواصل الدولة العمل على تحسين بيئة العمران من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري تطبيقاً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشروع تطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة جاء تأكيداً على هذا النهج حيث تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة طفرة عمرانية غير مسبوقة ومعدل إنجاز مذهل تشهده ربوع الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014 منهج تنموي ناجح اتبعته الدولة في خطتها للعمل على تحسين بيئة العمران من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن وتطبيقاً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ينص البند السابع منها على الحق في السكن اللائق مشروع تطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة جاء تأكيداً على هذه الفكرة حيث تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة من خلال إنشاء 300 ألف وحدة سكنية وإعادة تسكين قاطني تلك المناطق بوحدات جديدة مؤثثة في مجتمعات حضرية عصرية خلال الفترة من عام 1985 حتى عام 2014 التهم الزحف العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية 490 ألف فدان تم تحويلها إلى أراضي للبناء بمعدل فقد 17 ألف فدان سنوياً من الأراضي الزراعية الأمر الذي واجهته الدولة في السنوات التسع الأخيرة بقوة لمنع تآكل الرقعة الزراعية ولم تكتفي الدولة بتطوير القديم أو حتى بناء وحدات سكنية جديدة ولكنها ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث يجري تنفيذ 24 مدينة جديدة فيما يعرف بمدن الجيل الرابع تستوعب 32 مليون نسمة بالإضافة إلى 14 مدينة يجري تخطيطها للبدء في التنفيذ وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة الأجيال السابقة والجيل الرابع خلال عامي 2023 و2024 نحو تريليون وثلاثمائة مليار جنيه تجربة الدولة في إنشاء وتنمية المدن الجديدة تعتبر واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم إن لم تكن أهمها حيث تمتلك مصر عشرات المدن الجديدة التي تشمل مدن الجيل الرابع الذكية المستدامة التي تراعي المعايير البيئية وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين ولم تكن الدولة ببعيدة خلال تنفيذ خطتها عن القطاع الخاص حيث تشارك الجانبان في تنفيذ المشروعات القومية والتي شهدت بجهود مشتركة من الجانبين تنفيذ سبعة عشر ألفا وخمسمائة مشروع بتكلفة إنشائية رليوني جنيه حيث وفرت تلك المشروعات خمسة ملايين وخمسمائة ألف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة هي إذن جهود كبيرة وإنجازات واضحة لا يمكن إنكارها حققتها الدولة في التنمية العمرانية لتوفير حياة أفضل لمواطنيها في كل ربوع الوطن ترجمة نانسي قنقر